اكد معالي سيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب على النهج الرفيع الذي اسسه عاهل البلاد المفدى في رعاية وصون حقوق الانسان ودعم الثقافة الحقوقية دستوريا وتنفيذيا وتشريعيا وقضائيا جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي خلال افتتاح عمال مؤتمر اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي أقامه مجلس النواب تحت شعار حقوق الانسان في مملكة البحرين بين الواقع والطموح بالتزامن مع الاحتفال الأممي السنوي بيوم حقوق الانسان كانت الجرسة الأولى تحت عنوان المعايير الدولية لحقوق الانسان والتي ركزت على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الانسان في العالم ومدى أهميتها في مراقبة تنفيذ الدول لاتفاقيات ومبادئ حقوق الانسان التي وقعت عليها والتزمت بتنفيذ موادها وبنودها يأتي لقاء اليوم للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان له أهمية خاصة في مملكة البحرين خصوصا فيما تحقق في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وما شهد من تطور تشريعي لكافة نواحي حماية حقوق الانسان طبعا من خلال المؤسسات الدستورية في السلطة التشريعية ممثلا له السلطة التشريعية وفي الجلسة الثانية تم التركيز على دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز وحماية حقوق الانسان والتي تحدثت عن أهم إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال دور التشريعات كبير في تعزيز مبادئ حقوق الانسان هناك تشريعات عديدة في مملكة البحرين إلا أن التطورات الحاصلة في مختلف دول العالم تتطلب منك مجلس النواب عمل المؤتمرات وورش العمل استضافت متحدثين ومتابعين لهذا الشأن من أجل طرحها وتعديل ما يمكن تعديلها من قوانين المحلية دور المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان هو عنوان الجلسة الثالثة حيث ترجمت الأوراق المطروحة الخطوات المنهجية والمدروسة لدور تلك المؤسسات في مواكبة أفضل التوجهات المتبعة دوليا في المجالة والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان نشارك جميع الزملاء جميع المنظمات جميع الهيئات الاحتفال بهذا اليوم لنرسخ مرة أخرى أهم مثل ما يقولون وقائع حقوق الانسان في البحرين من خلال العهدين الدولين الذين هم أساس عملنا هناك انجازات كثيرة تحققت في العهد الإصلاحي لجارة الملك وخاصة التطور الحقوقي في القوانين التي صدرت مؤخرا وخاصة إنشاء مؤسسات حديثة مثل أمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي فعلا ساهمت مساهمة كبيرة على المستوى الاجتماعي للمجتمع البحريني وحققت أهدافها وبالإضافة حصلت على إشادة محلية ودولية المؤتمر خرج بتوصيات كان من أهمها حرص مملكة البحرين على التعاون والتنسيق التام مع المجتمع الدولي في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لتوحيد التوجهات في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وتبادل الخبرات سهير عصفور لبركز الأخبار تلفزيون البحرين